السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم من جديد مع التصادمات المارنة في بعد واحد ونحل نوضح المثال المحلول سبعة اتنين صفحة مية تسعة وتسعين يريد تفتح الكتاب معايا وتقرأ معايا المثال يقول لي في المثال هنا مضرب الجلف هو المضرب الذي يستخدر ندار بكرة الجلف المسافة طويلة يتميز رأس مضرب الجلف بكتلة نمزوجية قدروها يمنى عندي المكونات عندي المضرب ها ومن ثاني الكرة هنسمي الكرة واحد والمضرب اتنين يلا عشان نطلع عن المطاب بتاعتي ها قال لي يتميز رأس مضرب الجلف بكتلة نمزوجية قدروها ده قتلة المضرب قتلة مين المضرب قتلة المضرب هنسميها ام اتنين ام اتنين هتساوي كم متين جرام متين جرام هنضربها على طول في عشرة والسالب ثلاثة عشان نحولها المين للكيلو جرام تمام كده يا شباب طيب ماشي استاذ نكمل يستطيع لعب الجلف المتميز ان يحرق رأس المضرب بسرعة قدروها 40 متر على الثانية يبانى عندي هيحرق مين المضرب يبقى السرعة اللي عندي ده سرعة المضرب في اتنين هتساوي 40 متر لكل ثاني تمام طيب تابلو قتلة كرة الجولف يبانى عندي جامل قتلة الجولف 45 جرام يبانى عندي ام واحد بتساوي 45 جرام نضربها في عشرة والسالب ثلاثة عشان نحولها للكيلو جرام ماشا شباب تمام كده حالة طيب تظل الكرة ملامسة لوجه المضرب لمدة خمسة من عشرة ملي ثانية يبانى عندي الطايم بتاعي ساوي 0 بوينت خمسة ملي ثانية يبقى لازم نحولها من ملي ثانية للثانية هنضرب برضو في عشرة والسالب ثلاثة عشان تتحول لي للثانية تمام كده ها تمام شباب كده طيب ايه اللي ناس عندي يا استاذ عندي سرعة كرة في البداية السرعة اللي ابتدائية لقرة الجولف كلنا عارفين لعبة الجولف اللي مش عارفها لعبة الجولف ده مفكركم بيها اللي هي ملعب نجيلة وعليه كرة سابتة كده ومفروض هو بيضرب الكرة دي بمضرب في ايده يوقعها في الحفرة يوقعها في الحفرة معينة فبالتالي الكرة في البداية خالص بتكون ايه سكنة يبقى السرعة في واحد بتاعي هتساوي صفر طيب هو عايز مني ايه تاني الوقتي يقول لي ايه السؤال بقى السؤال بتاع بقى السؤال بتاع بقى ما متوسط القوة المبذولة على كرة الجولف على كرة الجولف من المضرب عايز مني الاف الاف هي اللي مجهولة عندي تماما شباب يلا طب نجي نسترجع مع بعض الدروس اللي خدناها قبل الاجازة قبل ما نجيب كانت ايه اللي علاقة بين كمية التحرك والقوة اه افتكرته اه نفتكر اساس الحل كنا قلنا نقف نساوي دلتا بي اقساز على الدلتا تي صح فاكرنا القانون ده اه طب احنا في المسألة اساس ما عندنا نساوي دلتا تي انا عند بدلات ام وفي طب نحولها ما الدلتا بي بتاعتي بتساوي الام في الدلتا في صح شباب ها على الدلتا تي توقيت قوة المؤثرة على ميد ده انا عاجز على كرا تقÖ توقيت قوة رقام كام وقال انه واحد Derta G1 نحصل فى إقس при 1 نحصل إلى ال آخر نلحظين معايا هانجي نبحث معنا هانجي ان الفي واحد بزيرو. يبقى دي بزيرو. صح? طيب. يبقى القانون بتاعي هيبقى ايه استاذ? القانون بتاعي هيبقى كلا اهو. الاف هتساوي ها? ام في واحد داش على الدلتا تي. طيب نجي ندور بقى على معطيات نتعود في المقانون ده. عند معطيات تعود في الكلام ده استاذ? نشوف المعطيات ان احنا طلعناه. انا عندي ام واحد اه ام واحد اه. فيه ثم عندي في واحد داش او استاذ? لا ما عنديش. يبقى لازم نجيب في واحد داش. لازم نجيب واحد ايه? داش. لو انتوا فكرين معايا في الحالات الخاصة قلنا في الحالات الخاصة لما قلنا احد الجسمين ثابت وقلنا افترضنا ان الجسم واحد هو اللي ثابت فكتبقى في واحداش بتساوي كم من اللي يفتكر معاي الحلقة اللي فاتت في واحداش هتساوي اتنين ام اتنين على ام واحد زائد ام اتنين مضروبة في الفي اتنين تمام كده الله عليك ممتازين انتوا فاكرين القانونة ممتازين ما شاء الله نكمل مع بعض يبقى عندي اصبح الموضوع دلوقتي التعويد مباشر يبقى نقول له في واحداش بتساوي المعطاة قدامها اول حاجة ابدأ ان الاتنين اضعها زمهاية مليش دعوة بيه اتنين في ام اتنين بكم يا اساس ام اتنين يا اساس ام اتنين يا اساس متين ضرب عشرة مص سالب ثلاثة صح كده؟ اه على ام واحد ام واحد ام واحد ام ام اتنين ضرب عشرة مص سالب ثلاثة ضرب عشرة مص سالب ثلاثة صح اشعبت كده معي؟ ده مضروف في اتنين في اتنين تاب بكم يا اساس اربعين متر على الثاني شايفين معي؟ اربعين متر على الثاني ادال الاربعين وتستخدم الاقل الحزبة بتاعتك الجميلة وتوجد المقدار ده المقدار ده طلق لكام؟ لما استخدمنا الحزمة طلق لخمسة وستين بوينت ثلاثة متر لكل ثاني تمام يا شباب كده؟ طيب نروح للقانون بتاعنا الاولان اللي هو اف بقي عنده كل رموز نقول له اف بتساوي ام واحد في واحد داش على الدلتة تي يلا نعوض نعوض ام واحد بكام؟ ام واحد يا اساس قلنا خمسة واربعين اللي هي كتل القرى يعني؟ ده اربع عشرة مص سالب ثلاثة مضروفة فين يا اساس؟ فين في واحد داش انا لسا جايبها اهي؟ خمسة وستين بوينت ثلاثة مقسومة على الزمن الزمن يوسيس كان بكام؟ اهو لو انت خدت بالك معي الزمن اهو احنا لسا جابنا في اول مسألة 0 بوينت ثلاثة ضرب عشرة قص سالب ثلاثة برضو تمسك للقالة الجميلة كده واتطلع للناتج اللي هو هيساوي طلع للناتج عندي خمسة تمانية تمانية زيرو واحنا عارفين واحدة تكسل القوة اللي يمين اللي هي النيوتر الواجب طبعا انت هتاخد عندك تغرب نفسك كنا نشوف انا خواص ولا لا الواجب ده اللي هو على الخواص اللي هو مرجعة المفاهيم عندك تلاتة مرجعة المفاهيم دول واجب اللي هي مرجعة المفاهيم 7.4 و7.5 و7.6 مرجعة المفاهيم اللي هي 7.4 و7.5 و7.6 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته